استهل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءة مكثفة مع عدد من أعضاء كونغرس حيث التقى بكل من السيناتر الديمقراطي بين كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ونائبة ديمقراطية كاثرين كلارك محافز الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب والسيناتر الجمهورية سوزان كولينس زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية حيث أكد على خصوصية الشراكة لاستراتيجية المصرية الأمريكية وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي كما تناولت المباحثات التطورات غير المسبوقة بالشرق الأوسط والمنطق الحدودية مع مصر وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تجنب التساعي لطاق الصراعي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر